اشتركوا في القناة صحة وسعادة الاعداد حسني البلاونة ومخرجنا المتألق دائما ايمن سرحيل ومن امام الميكروفون انا محدثكم عبدالله جمعة وايضا ارحب الدكتورة عيشة البسطي بتكون معانا ان شاء الله اليوم في تقديم الحلقة وقول صباحكم خير وصحة وسعادة صباح نور وسرور حياكم الله جميعا ويانا في برامج صحة وسعادة بنذكر برقام التواصل 6-0-5-5-1-4-1-4 وعلى الرسائل النصية 4-0-0-6 حياكم الله ويانا اليوم في برنامجنا وحلقة صحة وسعادة مثل ما تعودنا عبدالله اول فقرة من فقراتنا بتكون فقرة السوشيال ميديا واقلب ما يدور فيها ويانا زميلتنا اسمان الجناحي صباح طلاب الخير اسمان 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 نقطع الخر مع اسمان بنرجع لها مرة ثانية طبعا عبدالله حلقتنا حلقتنا بتكون متنوعة فيها المواضيع الطبية والتوعوية وطبعا نحنا لازمنا نتواصل مع اسمان عشان فقرة السوشيال ميديا اسمان صباحكم الله بنور صباحكم الله بنور دكتورة عليك على أخونا عبدالله على كل مستمعين إذا عث نور تبي صباحة نور وسرور وسعادة ناقصكم شوي جودة بالأشياء رصالة في قناة التواصل واجتماعي وسم كوبرد نايتين هو يصدر الترنت في دولة الإمارات وفي العالم ما زال هناك بعض التغريدات موجودة في منظمة الصحة العالمية والأبديت العالمية موجودة في هذا الوسم أيضا نحن ظهرنا في قناة التواصل واجتماعي أنه في عزيز كثير من إشاعات لبعض أصلاع حوالين عن بعض المؤكسات وغيرها لكن نحن نتمنى أن نتوجه إلى الحسابات الرسمية في الدولة عسب أنهم يحضوا معلوماتهم وغيرها نقول موكل من واحد عطس أو زد شم يعني هم مريض كورونا أكيد نحن نازم شوي نزيد يعني الحرس في نشر المعلومات ونأخذ المعلومات من الجهات المعنية ورسمية في الدولة هذا بما يخص كورونا طبعا الآن بالنشارات اللي نحطها في هيئة الصحة هي نشرات وعوية وأيضا آخر الأبديت للصير في الدولة لذلك نتمنى من الجميع أن يتابعون سواء حساب نحساب مجالة الصحة حساب هيئة الضبطية مجالة الضبطية للصحة العامة كل مراكز الصحية قاعدة تحاول تكون يعني قاعدة تكون أبديت يعني آخر شيء آخر تحصلنا في نشرات نتابعاتنا الرسمية كذلك أمس كان هناك في فيديو جدا مميز عن الإجراءات المتبعة في مطارات دبي وهذا اللي يعني تعمل في هيئة الصحة لمواجهة ذي رسكراني والسجس في مطار فلي بيعرف شو كانت الإجراءات يعني ها من الأسئلة لوصلتني لقنواتها وصلوا الاجتماعي يقدرون يتخلون نحن نسوي ريسيز حساب دبي ميدي أوفس وأولي نسوي حسابها عن سلام الفيديو أيضا موجود كل الإجراءات يعني اللي نسويها كاملة موجودة في فيديو واحد ممكن أيضا أنهم يعني ضبط بالتفصيل شو قاعد يصير في يعني في مطارات دبي أيضا هناك بعض الفيديوهات بلغة الإشارة نعم أيضا يعني حق الأشخاص يعني عند حد يعني مثلا من من الصم من أخوانا من الصم يسترون ينشرونهم أو يعطونهم هذا الفيديو يعطيهم نبضع معا شوهم كيف الوقاية كيف هالأشياء كلها ممتاز وهذا شي جميل أن حتى يعني يعني موجه لأصحاب الهمم يعني بلغة الإشارة يعني شي جدا جميل أن الجميع ثقافهم متوفر للجميع ونقسمها برسالة صباحية اللي عودناكم عليها اللي بيقول عدد الساعات ثابتة لدينا جميعا ولكن تنظيمة لهذا الوقت هو سبب نجاحك وتميز كنا لدينا 24 ساعة لكن إنسا لتحدث تنجد فيها ولا ترقد فيها ونسا صحيح ودومتي بصحة وسعادة أسماء شكلتش أنت أكثر عندك أكثر من 24 ساعة نتمنى كل واحد يتمنى يكون وقت أكثر عدنا 24 ساعة بس نفس ما ذكرت خدنا أسماء طبعا كيف أنا أدير هذا الوقت أكثر من عدد الساعات اللي عندي في هذا الوقت كيف أدير يعني أيضا دكتورة يعني جودة الساعات العمل أيضا مهمة من كثرة الساعات صحيح ننتقل لفقراتنا الثانية عبد الله وهي الفقرة التوعوية واليوم موضوعنا جدا مهم وخاصة يعني بيتكلم عن فئة يعني بخصوص تغذية مرضى تقرحات الفراش طبعا تقرحات الفراش تصيب عدد كبير من الناس اللي يعني يعني عندهم يعني أنا ما بقادرين يتحركون ومعظم الوقت على الفراش أو على الكرسي يعني يحتاجون تغذية معينة خاصة اللي عندهم هذا النوع من التقرحات ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصاحب بدبيل استاذة ريهام أحمد وبتحدثنا أكثر عن هذه التغذية لأن التغذية لها دور كبير صراحة سواء في تقوية حتى مناعة الجسم وثاني شي في أن هذه التقرحات كذلك يعني تبرأ بأسرع وقت ممكن استاذة ريهام صبحت الله بالخير صباح الخير صباح الخير والنور وسرور صباحك نور وسرور مرحبا استاذة ريهام أهلا الله يحييك مثل ما ذكرت الدكتورة عايشة بأن هاي الفئة من الناس طبعا يعني بسبب وجودهم فترات طويلة دكتورة عايشة على الفراش طبعا لابد بأن يعني ياخذون كل الحصص وكل يعني المواد الغذائية اللي يحتاجها الجسم فلهذا السبب يعني لابد أن يكون فيه توعية بالنسبة للتغذية اللي ياخذها خلال هالفترة هاي فالاستاذة ريهام طبعا بتكلميننا عن الدور التغذية لها النوع من الناس صحيح سنة الرحمن الرحيم طبعا التغذية بتلعب دور كبير يعني في المحافظة على أعضاء الجسم المختلفة وبتخليها تشتغل في نقول تناغم مع بعضها يعني بطريقة إننا نحافظ على هاي الأعضاء أو هاي الخلايا اللي في الجسم من ضمن هاي الأعضاء هو الجلد اللي يعتبر كخط دفاع أول للجسم ضد الجراسيم والبكيريا والمواد الضاردة في زي ما تفضلت الدكتورة وزي ما تفضلت حضرتك في بعض الأشخاص خلينا أغلبهم بيكون المتنين أو الكبار في السن اللي بسبب حالات مرضية معينة بينتج عنها ضغط مطول على الجلد وضغط بالتالي مطول على النسيج اللي تحت الجلد وقد يصل إلى المناطق العظمية مما يحد من تضفق الدم لهاي المناطق فبهذه الحالة بنسميها لهي تقرحات الفراش أو بالإنجليش وهي البتور أو البرشر ألتر واللي بنواجه منهم الكثير مثلا من خبرتنا مع المرضى فبسبب عدم تضفق الدم بصورة كافية لهذه المناطق تصير فيها بها تقرحات وهذه التقرحات تكون معرضة للإلتهابات الأشخاص المعرضين أكثر اللي هم الأشخاص المسنين اللي بيواجهوا صعوبة مثلا في الحركة وبيكونوا في حالة استلقاء على السرير على الفراش لفترات طويلة أو الناس يعني بيجلسوا على الكرتي المتحلك لفترات طويلة فبكونوا عرضة للإصابة بهذه التقرحات نعم أيضا استاذة ريهام يعني المرضى اللي مصابين بداء السكري هو طبيعة حال الإنسان اللي مصاب بداء السكري يعني نسبة التآم الجرح عنده بالحالات الطبيعية يكون أبطع من الإنسان العادي فدوركم أنتم مهم وحيوي جدا بحيث أن تتأكدون أن الموضوع التغذية والفترة الغذائية اللي يأخذها الإنسان تكون يعني صحيحة بحيث أنه ما يوصل للإعراب هاي مضبوط هلنا مجدون إحنا يعني المريض المصاب بالوقاية أو حتى في طرق العلاج بالإضافة طبعا دوري الأساسي للطبيب من ناحية الأدوية طرق الدريسينج أو الغيار على هاي التقرحات وتنظيفها ويجي دورنا إحنا كخصائين تغذية في تلبية احتياجات المريض من التغذية السليمة أو التغذية المتوازنة مثلا إحنا دائما بننصح يعني خط كبار السن اللي بيكونوا عرضة لهذه التقرحات بالعادة ما بيأخذوا كفايتهم من المجموعات الغذائية فبالتالي بننصح دائما أنه هل هل المرضى أو هل أشخاص المعرضين للتقرحات أنه يتناول وجبات غذائية متوازنة يعني شو مقصود متوازنة أنها تحتوي على جميع المجموعات الغذائية بالتركيز على بعض العناصر الغذائية اللي هي من أهمها البروتين طبعا عندما الشخص يتناول وجبات غذائية متوازنة هذ له دور في صحة الجسم ككل وفي تعزيز المناعة ومقاومة للأمراض صحيح لماذا أنا ذكرت البروتين لأن البروتين هو من العناصر الأساسية الغذائية الأساسية اللي إله دور في تجديد الخلايا إله دور في تعويض الثالث منها ومن ضمنها خلايا الجلد بحاجة لكمية من البروتين كل يوم ممكن أكثر من غيرهم من المرضى خاصة إذا كانت هاي التقارحات أيضا ملتهبة مثلا بننصح أنهم يتناولوا البيض لوجبة الأسطور ما ننسى المقوليات واللحوم من وجبة الغداء والعشاء ما ننسى من الملونة الحليب ومنتجات الحليب لأن هاي العناصر كلها غنية بالبروتين في نوع معين بس بحب أذكره بسموه أحماض أمينية اللي هو يعني موجود في البروتين يعني بننصح نركض على كميات معينة من البروتينات لأن لها دور زي ما تكلمت في تجديد الخلايا وتعود التالف منها فلازم يفصل على مجموعات غذائية كاملة ونركز أكثر شي على البروتينات نعم وبخصوص الفايتامينات مضبوط بخصوص الفايتامينات والمعادن بنصح بأنه يتناول كمية من الخضار والفواكه الغنية بيتامين سي لأنه بيساعد على إنتاج الكولاجين بيتامين الألوان السبانخ أيضا الزنك لأنه موجود مثلا بالحبوب الكاملة في اللحوم الحمراء في منتجات الحليب لأنه نقصه بيأثر على إنتاج الكولاجين فبالتالي نحن نصح أن تكون تغذية متوازنة كمية بروتين زيادة وأيضا نركز على الخضار والفواكه اللي فيها البيتامينات والمعادن ممتاز أستاذ ريهام أحمد نشكرت صراحة قطيتي الموضوع بطريقة سليسة وسهلة للجميع كذلك أهلا دكتوران بس في نقطة حبيت أضيفها أنه ترطيب الجسم جدا ضروري حتى ما تكون الجلد معرض للجفاف وبالتالي التقرحات يعني لازم نحصل على كمية لا تقل عن لتر ونص للترين طبعا كمية الماء تختلف حسب العمر بس بمعدل لتر ونص لترين لترطيب الجلد ومنع جفافه وزي ما تفضل أخ عبد الله كمان المرضى اللي عندهم سكر بيكونوا أكثر للإصابة خاصة القدم السكر إذا بتكفوت فلازم نحرز دائما على أنه تكون عندهم مستويات السكر بالحدود الطبيعية لمنع تطور هاي التقرحات وتعجيل في شفاءها رحيح لأستاذ ريهام أحمد اختصاصية التغذيف حيئة الصحة بدبي شكرا لك شكرا جزيلا شكرا عبد الله وصلنا لفاصلنا لليوم إن شاء الله سنطلع فاصل وراجعين نكمل مواضعنا خلكم ويانا صحة وسعادة استمعين العزار جعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة ذكركم برامج تواصل صفر صفر خمسة خمسة وواحد أربعة وواحد أربعة والرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة حياكم الله ويانا طبعا عبد الله الحين فقرتنا بنتحدث أكثر عن الشهر التوعية بسرطان القولون وخدمات هيئة الصحة بدبي وطبعا بيكونوا يانا اليوم في هذا الموضوع عبر الهاتف الدكتور فراس الخطيب أخصائي جراحة عامة بمستشفى دبي صباحك الله بالخير دكتور فراس صباح الخير السلام عليكم وغمية المستمعين حياك الله ويانا ببرنامج صحة وسعادة الله يخليك يسلمك سلام للجميع والشفاء لكل المرضى إن شاء الله إن شاء الله دكتور فراس حابين نتحدث وتعطينا فكرة عامة عن المرض هلأ مثل ما بتعرفي السرطان مرض خطير موجود بالعالم بيصيد نسبة كبيرة من العالم سرطان القولون بحباته هو مرض شائع شائع يعد تقريبا ثالث أشياء خباثة موجودة عند الإنسان نعم كونه نسبة وجوده عالي وزائد الأعراض اللي بتجي فيه بتكون شوية متأخرة فتخليه موضوع مهم يجب تركيز عليه بشكل دائم لحتى نقدر نكشفه بشكل مبكر ونعالجه بشكل صحيح صحيح دكتور ممكن تحدثنا أكثر عن أسباب هذا المرض وكيف الواحد يعني يشد انتباهها أن يفحص يعني أي أعراض تطلع يعني الواحد يعاني منها ويحس منها عساس سرعة الكشف والتشخيص كذلك هلا خلينا نحكي أول شي عوامل الخطورة خلينا نسميها يعني من هني الفئات أو الأسباب اللي ممكن تزيد نسبة خدوث السرطان أول شي سرطان كلهم مرض مرتبط بالعمر بشكل كتير لذلك تزداد الخطورة بشكل دائم بعد عمر الخمسين فدائما المرضى بعد عمر الخمسين هذول محور اهتمام لازم دائما يتم تحصن إجراء فحصات المسح يعني للتأكد من وجود السرطان عندهم أولاق بالنسبة لموضوع خلينا نحكي العادات الغذائية بشكل عام المرضى اللي عندهم حمية قليلة الألياف المرضى اللي بتركز كتير على اللحوم الحمراء واللحوم المعالجة يخليني سميها الناس اللي بتتتمد على الدهون الحيوانية بشكل عام هذه كلها بتسبب ترفع خلينا أخوله وبتزيد نسبة الإصابة دي سرطان طبعا ما بنا معروف للجميع موضوع الكول موضوع التدخين عوامل جدا مهمة كمسبب لسرطان الكولون فيه أن الناس اللي قليلة الحركة كمان هذا موضوع جدا مهم قلة النشاط الحركة بتساهم بزيادة نسبة سرطان الكولون فيه أنه مجموعة مهمة جدا اللي هي خلينا نقول ما لا مرتبطة بالعادات الشخصية أو بال اللي هي العوامل خلينا نسميها الوراثية وجود قص عائلية لسرطان الكولون أقارب من الدرجة الأولى مريض أو مريضين هذا نوعا ما بيعطينا ألارم أنه المريض هذا عنده خطر عالي لحدوث السرطان هذول تعامل معهم كمان لازم يكون مختلف فيه مجموعة أنواع أمراض مثل ما نسميها الأمراض المعوية الالتهابية داء كرون أو الالتهاب الكولون التقرحي كلها هاي كمان وجودة عامل خطر لحدوث السرطان بشكل عام وزائد مش فيه شيء مسميه البوليبات الغدية تكون موجودة بالكولون أو داء البوليبات العائلة كمان هذول عوامل خطورة نعم نجي للأعراض بشكل عام سرطان الكولون يعني مثل ما حكيت لك نوعا ما هاي نقطة سيئة بوجوده اللي هي تأخر ظهور الأعراض نوعا ما يعني المريض ممكن يكون موجود عنده هذا الشيء وما نحاسس فيه أهم الأعراض اللي ممكن نشوفها اللي هي نسميها تبدل عادات القروج أو التغوير المريض يكون عنده أمساك متكرر أحيانا بسيسي تناوب بين السال وأمساك هاي أعراض مهم جدا خصوصا إذا ترافق مع يعني مريض كبير بالسن أو واحد من عوام الخطورة اللي حكيناها سابقا صحيح وجود نزف من المستقيم هاي شيء جدا مهم مباشرة المريض لازم يراجع طبعا في عنا أعراض نسميها يعني مانة مفسرة اللي هي وجود مريض عنده فقر ذنب وما نملاقين السبب هذا كمان عامل مهم جدا أنه ندور ممكن يكون سرطان القلون ورا هذا الموضوع زائد نقص الوزن ممكن كمان مريض يجينا تأول عارض هو ينتقد وزن مباشئ صحيح هاي بشكل عام يعني خلينا نحكي الأعراض والفئات اللي ممكن نتعامل معها بحذر في موضوع سرطان القلون نعم دكتور فراس أيضا من الأمور اللي تحدثت فيها أنت مثلا إذا تم اكتشاف المرض هذا يعني بوقت مبكر وموضوع الوقاية وإذا أيضا تم اكتشافه يعني ممكن أن يتم علاجه فنتعرف وياك دكتور على الخدمات التشخيصية والعلاجية اللي تقدمها هيئة صحة بدبي لمرضى سرطان القلون الحمد لله بهيئة صحة بدبي تقدم كل الخدمات المطلوبة لمعالجة مريض سرطان القلون بدأ المنتش خيصه لإجراء العمليات الجراحية لحتى العلاج الكيماوي إذا احتاجه المريض متوفر بالهيئة خلينا نحكي تحليل مخبرية بشكل كامل الامان كانت دموية كما يخص تحصات الدم بشكل كامل فحصات براز متل ما بتعرف يعني الأهم خلينا نقول فحص تقصي بسرطان القلون هو يتحري وجود الدم بالبراز صحيح فموجود استقصاءات شععية الحمد لله كلها موجودة أشعى مقبعية رانين مغنطيسة كل المطلوب زي التوفر كمان كل الاستقصاءات اللي ما تخص الطب النووي نيكولار ميدسين كمان موجودة بالمستشفى وجاهزة لتقديم خدمة لأي مريض وكذلك المناظير دكتور المناظير للجهاز الهضمي المناظير للجهاز الهضمي متوفرة تنظير هضمي علوي تنظير هضمي سوكلي وكل الحاجات اللي بتحتاج حتى تداخل بواسط التنظير الجراحات بشكل عام متوفرة كلها وبتقنيات عالية يعني تقنية المنظار أغلب عمليات سرطان الكولون تجرب المنظار في مستشفى تهيئة وجود قسم أورام جدا مهم بقدم العلاج الكيمان وللمريض بعد العملية في حالة حالة أو قبل العمل الجراحي حسب قسم تغذية مهم جدا بيغطي كل حاجات مرضى سرطانات وغيرهم يعني بشكل عام في مشافي الهيئة طبعا في نقطة مميزة بالهيئة لأن القرار بشكل عام لكل مريض بيكون ماعتمد على قرار اللي نسميه جماعي يعني لا يدخل فيه اختصاص واحد بيكون مجتمع اختصاصات كاملة وبيتخذ قرار جماعي ذا المريض بيكون حتى تخذ العلاج كامل إلى المريض بحيث أنه ياخد أفضل طرق العلاج وأحسن نتائج إن شاء الله نعم دكتور مثل ما تفضلت وأيضا دكتور عايشة نحن يمكننا تكلمنا في هالموضوع بأن اليوم توجه هيئة الصحة بدبي بموضوع العلاج أو الخدمات التخصصية يعني الأمراض المزمنة مثل أمراض الضغط أو أمراض السرطان أو أمراض السكري دكتور وانت أكيد يعني عارف الموضوع هذا أنه يحتاج علاج متكامل يعني تفضل الدكتور فراس وتكلم بأنه في جزء منه علاج دوائي يعني الأدوية والتشخيص جانب غذائي جانب رياضي والأهم من ذلك دكتورة الجانب النفسي يلعب دور كبير جدا في الأمراض المزمنة ومثل ما تفضل الدكتور أنه يعني هم ما يعالجون الإنسان بس فقط لمرض السرطان ولكن يعالجونه من النمط الصحي يعني متكامل دكتور فراس لو تعطينا مثلا نصائح توجهها بشكل عام لهذه الفئة من الناس طيب أنا هلاك بس في شغلة مهمة جدا لازم المرضى يعرفوها بشكل عام هلاك المرضى السرطان الكولون اللي بيتشخصه بمراحل مبكرة اللي هي خلينا نقول بعد نسميها T1 و T2 هذول نسبة الشفاء فيهم تصل لغاية التسعين بالمئة لهم يعني أنه يتخيلوا فرق الاستجابة في حال تأخذ تشخيص أو ما شابه نصائح بشكل عام أنا برأيي خلينا نسميها الاستقصاء المبكر هذا أهم شيء أو المسح بشكل عام مريض عمره فوق الخمسين سنة لازم يبدأ اجراءات الاستقصاء اللي هي مقسمة حسب عوامل الخطورة الموجودة عند المريض مريض ما عنده أي مشكلة كانة ما في قصة عائلية ما في أي شيء لازم يراجع سنويا يعني عمل تحليل برازي يشوف إذا فيه والله دم بالبراز ممكن اضطرنا عمله منظار كل فترة أما المريض اللي عنده عوامل خطورة اللي ذكرناها لأ أكثر الموضوع بيكون يعني خلينا نقول أجريسف أكثر نساوي منظار بشكل متكرر أكثر هاي بشكل عام فأهم شيء المسح يعني خليني يركز على هاي المقطع مسح والكشف المبكر عن السرطان وإجراء موجود متوفر المفروض المريض ما يهمل بأي شكل الأشكال إذا كان في عوامل خطورة لا الموضوع لازم يكون أكثر تشدد وبفترة بعمر أصغر طبعا وجود الأعراب بغض النظر عن الأمر المفروض المريض يراجع حتى لو كان عمره 30 سني كونه بدأ من نشوف أحيانا فرطانات عم تبدأ بعمر أبو بكر صحيح فوجود الأعراب يلغي كل هالكلام السابق المفروض يراجع مباشرة بس نحن عم نتكلم حتى بعدم وجود أعراب المسح جدا ضروري المسح جدا ضروري صحيح ومتوفر الحمد لله في كل الأمور ومتوفر في كل تفاصيل وفي كل تفاصيل وفي مشافي الهيار صحيح نفسي ما ذكر دكتور التقصي أو أن الواحد يتشخص بداية المرضة حتى نسبة النجاح عنده فوق التسعين بالمئة يعني هذا نسبة النهيار إن شاء الله دكتور فراس كلمة أخيرة توجهها لجمهورنا أو مستمعينا خلال البرنامج والله يعني مثل ما حكينا درهم وقايخة ومتطر علاج يعني أول شي اتباع العادات الصحية الصحيحة اللي هي موضوع الابتعاد عن التدخين الابتعاد عن القحول الرياضة جدا شيء مهم الانتباه للحمية حمية عالية الألياف مهمة جدا تخفيف ما رح نحكي المنع بس تخفيف قدر الإمكان اللحوم الحمراء كونه عام الخطورة خلينا نسميه التركيز نوعا ما على الأسماك يعني الفيتامين دال جدا مهم كعامل وقاي موجود مدكور كعامل وقاي والكالسيوم نجي للمرحلة الثانية اللي هي مثل ما حكينا التقصي المبكر صحيح ولا سمح الله في حال احتاج علاج متابع عدم التأخر بمراجعة المشمل بتلقي العلاج نشكرك دكتور فراس الخطيب أخصائي جراح عامة بمستشفى دبي شكرا الله يصلك شكرا لك شكرا لك شكرا لكم كل تلك طبعا مستمعين كانت هذه فقرتنا الثانية وتكلمنا عن شهر التوعي بسرطان نقولون خدمات عيئة الصحابة دبي يلا بنطلع فاصل وبنرجع مرة ثانية نكمل فقراتنا خلكم ويانا مستمعين الأعزاء يا مرحباكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحابة دبي أحب أن يذكركم بالتواصل معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006 دكتور عاشر فقرتنا الثاني بتكون عن حملة كنز الحياة وخدمات مركز الحبل السري في هيئة الصحة بدبي تواصل حملة كنز الحياة التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي بدورتها الثانية بداية العام الجاري جهدها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع بهدف رفع الوعي بأهمية تخزين دم الحبل السري والاستفادة منه في علاج الأمراض الوراثية المختلفة للتعرف على هذه الحملة يصرنا أن يكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة استقطاب المتبرعين بمركز دم الحبل السري والأبحاث بهيئة الصحة بدبي دكتورة فاطمة يا مرحبا بيتش السلام عليكم مرحبا مرحبا دكتورة فاطمة حياتش الله ويانا دكتورة برنامج صحة وسعادة السلام عليكم مرحبا طبعا ما في دبي دم الحبل السري والأبحاث طبعا مثل ما تفضلت والمركز الحكومي الوحيد في المنطقة صحيح طبعا المركز فيه نوعين من التخزين أن أنت ممكن تخزين خاص يكون العائلة نفسه وممكن تبرع فيه الآخرين طبعا هدف هذا المركز أنه طبعا نشجع كثير من الأمهات الحوامل أنه يتم تخزين دم الحبل السري بدل ما يكون الرمي لأنه أصلا قبل كان يعتبر من النفايات وكان ما حد يعيره أي أهمية المشيمة والحبل السري كانت الرمي وما لها أي أهمية أبدا طبعا من 25 سنة اكتشفوا أن المشيمة والحبل السري يحتوي على خلايا تدعية وممكن يعاني أكثر من 80 مرض من الرابط الدم فنحن نسلط الضوء على هذا الموضوع أنه جدا مهم أن الأم تخذ دم الحبل السري استخدامها في الإلاج مستقبلا إذا لا سمح الله أحتاجتها للإلاج صحي دكتورة ممكن تعطينا فكرة عن الحملة ولماذا بتستمر؟ طبعا حملة كانت الحياة طبعا بدت في عام 2019 وطبعا لقينا أقبال كبير من ضد المتعاملين بسط النسبة أكثر من 95% عن الخدمات وجهود المركز في التوعية فقلنا أنه بنتكمل هذه الحملة في سنة 2020 وطبعا ركزنا في هذه السنة أن نركز على المنشآت الصحية أكثر وعلى المدارس والجامعات أساس أن الجيل اليديد يطلع أكثر واعي وفاهم عن أهمية تخزين دم الحبل السري صحيح فالهدف الأساسي منه اللي هو العيس المجتمع منظر الأم يعني في مرحلة الحملة تعرف عن الموضوع الحبل السري لأن حبينا أنها تعرف حتى قبل الزواج يعني في فترة احترافية قبل الزواج قبل ما هي تقبل حتى ليش؟ لأنه يكون موضوع يعني مترسخ أكثر عندها وفاهمة أكثر تفاصيلة تكون مقبلة أكثر على أنها تقوم بتخزين دم الحبل السري صحيح دكتورة الفئة المستهدفة يعني في هذه الحملة أكيد استهدفتوا فئة معينة طبعا نحن فئة المستهدفة الأساسية الأول أموهات الحوامل بس نحن لاحظنا في الفترة الأخيرة أن نحن ما حدنا نركز فقط على الأموهات الحوامل نركز على الزوج بعد أن يكون واعي عن أهمية تخزين دم الحبل السري صحيح يعني في النهاية الأم لما تحمل في النهاية تستشير الزوج صحيح لو هي كانت مثلا عارفة عن المعلومات الحبل السري وتعرف أهمية لكن الزوج ما يكون عندها خلفية أو مثلا خبرة في هذا الموضوع فيكون يرفضت أو ما يشجعها أنها تخزن صحيح فنحن نحن أن هذه سنة وستعنا شوية لا ركزنا فقط على الأم الحامل وركزنا على المجتمع بنفسه وركزنا على الأب يعني أن يكون يعرف أو الزوج أو اللي بيكون الزوج ونستقبل الرجل بشكل عام أنه يعرف عن الحبل السري وأهميتها وأن هذا الحبل السري طبعا ما يسبب أي استنساخ للطفل أو مثلا شيء مثلا يضر للطفل لا بالعكس هذا شيء مهم جدا أنه يشجع زوجته أنها تخزن على أساسنا يوم الأيام فأسمح الله إذا مرض الطفل أو مثلا فيه شيء في العائلة من أمراض الدم ممكن استخدامها لخلايا بتأيير الألان صحيح نعم دكتورة فاطمة يعني الحملة هاي أنا متأكد أنه أنتو يعني تبذلون جهود كبيرة جدا وأيضا تحتاج إلى يعني الكثير من الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وجهود مكثفة لزيادة نسبة الوعي لأفراد المجتمع عن هاي الخدمات ما هي الأماكن التي تم زيارتها يعني منذ بداية إطلاق الحملة هاي ولحتى الآن طبعا نحن بدينا في الربع الأول أحيان نحن على نهاية الربع الأول زيارة زرنا مركز الأخصاب لأننا شفنا أن في مركز الأخصاب إذا الفرصة صارت من الحمل هاي يمكن تكون فرصتها الوحيدة صحيح فجدا مهم أننا نفكف الأم عن أهمية الحبل السري وأنها تخزنا فشفنا يعني أقبال كبير من اللي الموجودين لنا ما عندهم دراية بالموضوع الحبل السري فكان هذا واحد من الحملات الناجحة جدا في مركز الأخصاب وعدنا زرنا بعد مستشفى قرهود الخاص طبعا نحن بنركز بعد عن المستشفى قرهود الخاصة لأن في أدنى مراجعين يراجعون من المستشفى الخاصة وممكن ساعات يودون في حكومة لكن يراجعون في الخاصة مهم أننا بعدها نغطي أي فئة من المجتمع فزرنا من المستشفى قرهود الخاص ودربنا الطاقم الطبي على طريقة تحكم الحبل السري وعلى شو الأهم الأسباب رفض الدم الحبل السري وأن كيف ممكن نسحبها بطريقة صحيحة على مرضي على الفرصة من الأم وأنها تخزن هذا الدم وطبعا بعد زرنا مدرسة دبي الدولية شكنا بعد الثانوية أنه مهم موعد نركز على الطلاب اللي هما الحين في مرحلة يحبون يعرفون الأشياء اللي بيضي بطايرة وشو الأشياء المهمة ركزنا بعد على المدارس في هذا الربع بأحد من المدارس زمناها مدرسة دبي الدولية وركزنا في نشر الوعي وكانوا وعد متحمسين الطلاب أنه كيف هذا الشيء المشيمة سبحان الله لقبل كان ينرمي ما لا إهمية يحتوي حاليا على خلايا جدعية وأنها ممكن تعالج أكثر من ثمانين من الأمراض فيعني نوعناها في الربع الأول طبعا الربع الثاني بنزور خليات التقنية في دبي جامعة شارجة وحاطين في بالنا بعد المستشفيات والعيادات للمراكز الصحية الأولية اللي فيها الصحة فنحاول قد ما نقدر أن ننوع الأماكن ونستقصد فيه أكثر عدد ويكونون منهم طلاب وطالبات وأمهات ونفس الوقت آباء عشان يستفيدون من أهمية المرحب للقبل ممتاز طبعا دكتورة فاطمة فيه أشياء معينة نركز عليها خلال الحملات عشان نجذب أكبر عدد ممكن خاصة مثل هذه الحملات اللي لهدور كبير فحابين نتكلم أكثر عن الأنشطة والفعاليات اللي ضمنت تخاذي الحملة طبعا نحن في الحملة نركز جدا على موضوع طريقة حبل سري عادي منطمن الأم أو الأب أن الحب شيء بسيط لا ضرر لا على الأم ولا على الطفل نراويهم باستخدام طبعا دامي بيدي نتركهم دمية طبعا هذه الدمية تثقيفية نراويهم طريقة السحب يكون فيها حبل السري وفيها مشيما نراويهم أنه سبحان الله بعد ويادة الطفل ينصف الرطفل طفل أصلا لا يكون موجود وقت السحب وعبارة عن أبرى بسيطة نهايتها كيسة جميع تدخل هذه الأبرى في الحبل السري نفسه لا يدخل في جسم الأم ولا في جسم الطفل بالعكس يدخل في الحبل السري وفعل الجاذبية كل الدم اللي متواجد في النجيما فعل الجاذبية الأرضية يمر بالحبل السري وتم تجميعها في كيس التجميع فهذه العملية نراويهم ليس؟ أنه نحن كتبتنا أن نشوف لاحظنا هالملاحظة أنه كلما الأمر قدرنا أن نطمنها على طريقة السحب كلما شجعناها على الداخلين لأنه هي الأمة تحاكم موضوع أنه في ألم ممكن يضر البيبي ممكن يضرني أنا أو هذا الدم ومكن يسحب من دمي فيقل عندي الهوموغلوبين لا أفو أصلا ينسحب من الدم المتواجد في المشيمة يعني شغلة بترمي فيعني مش من دمها هي أو يقل دمها فهذه الأمور واجهة نركز عليها نحن في عملية التفقيل سبحان الله تشوفين في نفس الوقت يقول وانا كنت تتحرتي وكنا تتحرنا لا فهذه طريقة الشرح جدا مهمة في إقناع الأمهات والأباء أنهم يقدمون بهذا العمل خاصة أنه ارتحب مجرد 8 دقائق يعني من 5 إلى 8 دقائق وبعد الولادة مباشرة تانية وخاصة كذلك دكتور فاطمة يعني بطريقة عملية يعني يشوفونها فهاي ريحهم أكثر طبعا هذا الشيء اللي نحن لاحظون أنا تدري الأم فعب عليها تتخيل يعني حين هو من المشيمة ولا هو من الحب السري فلما يبنى هال دمي بيبي اللي هو مثل عبارة عن دمية فيها مشيمة وفيها الحب السري نقدر من نشرح يعني عملي فطبيق لطريقة السحب عشان نطمن الأم أنه شيء جدا بسيط يعني وبتقنية عالية وبطريقة ويكونون النيرسات والدكاتر كلهم مدربات يعني على طريقة السحب دم الحب السري عشان الأم ما تخسر العين نعم دكتور أيضا يعني دور التثقيف اللي أنتوا تقومون بها يعني مع الأب ومع الأم والحوار اللي يكون بينكم هذا أيضا له أهمية بحيث أنهم يعرفون يعني مثلا تخزين الدم هذا شو فائدة مستقبلها مثل ما ذكرت أن في الدم هذا في خلايا جذعية وممكن يستفيدون منها وهم في المستقبل نعم نحن بعد نوضح للأم معايير وشروط الخاصة تخزينها من الحب السري يعني ممكن الأم تكون متحمسة وتخزن ونسحب لها يعني بس ما تعرف أن تتحرر أن كل أم ممكن نوافق عليها في التخزين نعم نحن عندنا معايير عالمية للموافقية يعني حرام أننا مثلا نقبل عينة معينة للتخزين وتكون مستقبلا بعد 20 سنة تطالبها الأم للزراعة وتكون غير كافية أو مثلا غير صالحة للزراعة فعدنا معايير معينة لقبول العينة وتكون هاي المعايير مثلا عدم تخسر الدم عدم وجود مرض معدي لدى الأم متبرعة أو ما في أي تشوارات في الطفل اللي بيخزن هذا الدم أو ما تكون العينة طبعا مجهولة الهوية أو خالية من المعلومات طبعا كل هالأشياء نحن ندفع فيها ونلاحظها صحيح وفقط نخزن العينات اللي تحرف بتفيد الأمور المفتقبل إذا احتاجتها لا سمح الله للزراعة هذه الأمور يعني جدا بعد مهمة في عملية تخزين دم الحبل السري في المركز نتمنى لكم كل التوفيق دكتورة فاطمة الهاشمي في حملة كنز الحياة شكرا على استضافتني بهالبرنامج وأتمنى نصيحة لكل أم أن إذا لها غير شفصة بعد تسع شهور أن نتخزن من الحبل السري لأنه ممكن يفيدها في علاج كثير من أمراض أمراض الدم في المستقبل اللي ممكن تواجهها له الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيسة وحدة استقطاب المتبرعي بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث بحيئة الصحابة دبي شكرا لك مستمعين كانت هذه فقرتنا وتحدثنا عن حملة كنز الحياة وخدمات مركز الحبل السري عبدالله وصلنا لنهاية الحلقة لليوم نشكر فريق العمل ويانا في الإعداد حسني البلاونا في التنسيق ميرا المري في الأخراج أيمن سرحيل شكرا عبدالله على مشاركتنا لحلقة اليوم والوقت ما شاء الله طاف بسرعة طاف بسرعة والحلقة كانت يعني الحمد لله قنية وحيوية كذلك في نفس الوقت ومواضع مهمة مثل ما تعودنا نطرحها في حلقاتنا في مرامج صحة وسعادة إن شاء الله نلقاكم باشر على نفس التوقيت من الساعة 10 الصبح بتوقيت دبي ودومتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي